السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم الكوتش والمؤلف أسوكا حسن دائما في إطار الفيديوهات الخاصة بأساسية الكوتشين التمهيدية في هذا الفيديو سنتحدث عن جوجة نقاط مهمة جدا جدا حيث قبل أن نشتغل في هذا الميدان ما مجال أريد أن نشتغل فيه أو المجالات التي أريد أن نشتغل فيها نشرت لك الجوشة المهمة جدا جدا كمن المجالات المجالية ثم نتحدث عن مجالات الكوتشين كل المائدvette الذي تتعرف في الكوتشين نجي و نتكلم و نضعه بعد مجموعة هذه المجالات و نضعه و نتفصيل في كل مجال من المجالات عندنا من المجالات كوتشين أو كما يسمى كوتشين فيلد عندنا اللي معروف معروف اللي تنا عرفونا كاملين خاصة هنا في الوطن العربي المغربي دينا كي لايف كوتش تيقولك أنا لايف كوتش أنا كوتش يعني كوتش الحياة أو مدري بالحياة كين ناس اللي يشتغلوا في كل ما يتعلق و نفو ديال البيزنس يعني في إدارة الأعمال يعني تيقولك أنا كوتش الأعمال أنا كوتش بيزنس كوتش كين فيما يتعلق أو تاني أن يتساعدوا مجموعة هذه الأفراد في الوظيفة أو في المهنة لتنسميه كوتش المهنة يعني كارير كوتش و هذا شيء سنشرحه سنشرحه كل مجال من المجال سنشرحه كين بما يسمى كوتش الفريق هذي نشوفه على ستيم كوتش كين بما يسمى الليدرشيب يعني كوتش كوتش القيادة كين كدري كوتش العلاقات كين بما يسمى كوتش الأب أو الوالدين تنسموه إحنا باقونتا الكوتشين باقونتا الكوتشين أو فاميلا الكوتشين يعني في المهم نفو دبا نحطه واحد التعريف كين بما يسمى كوتش الأزواج يعني كوتشين تكوبل كين بما يسمى كوتش المهارات سكيلس كوتش هذا شيء آخر اللي تنخدم به كين كوتش المراهقين أو كوتش المراهقين يعني لاحظنا كيم جموع عدي المجالات إخواني أخواتي كيرا نبدأ بالمجال الأول اللي هو تنسميه كوتش الحياة ممكن كيم مجالات أخرى اللي ممتكوره وكيحنا بنا نشوف الأهم الأهم اللي تنشتغل بها هنا عدنا يعني في الوطن ديالنا كوتش الحياة هذا يعني عشنا هو المجال اللي يشتغل فيه هذا الكوتش هو تيهتم هذا كوتش الحياة باش يساعد ذاك العميل أو ذاك المستفيد أو ذاك الكوتشي في جميع جوانب الحياة سواء على مستوى الشخصي دياله كذلك تدعم هاد العميل أو العملاء اللي بغيين غيره ويطوره في حياتهم يعني اللي بغيين طارق اللي بغيين يتحرك يعني في الاتجاه اللي هو تيبلي هذا هو الاتجاه اللي يخصي يقبض نحو الهدف دياله وهنا مثلا ككوتش الحياة أو لايف كوتش تكون يعني تنقدم له مهارات حياتية ذاك العميل أو ذاك المستفيد اللي تتساعدوا باش يحسن دروف ديال الحياة دياله إذا جينا نتكلمو في المجال الثاني اللي هو الآن نتكلمو على كوتش الأعمال هاد النوع من الكوتشين تيتقدم في المؤسسات في الشركات مع الموضفين يعني في واحد المهارات اللي هي تتكون محددة ومعينة من أجل ماذا باش يكون واحد الإنجاز ديال واحد العمال على الشكل الأفضل باش نشكلوا واحد الفريق عنده واحد مهمة معينة باش رفعوا أداء ديال لكم موضفين في هذا المجال لاحظنا هذا هو كوتش الأعمال بنيتنا نتكلمو على الكوتشين لأن الكوتشين خصنا نعرفه في هذه السنوات الأخيرة راه هو من أحد الأسالب الأكتر أهمية ونجاحا خاصة في مجال الأعمال وفي مجال ديال الإهدارة عندنا كذلك كوتش المهنة يعني نقوله إحنا كارير كوتش هذا الكوتش المهني يعني تنساعد واحد الشخص أو واحد العميل باش يحدد المصار دياله المهني كذلك ممكن ينساعد واحد الشخص اللي بغي يغير المصاره المهني من قطاع القطاع آخر لحدنا عندنا دوش وواحد يلاه بيشوف واحد المصار جديد وعدنا الآخر باش يغير المصار هو تشتغل واحد منه بيغير المصار وهنا كارير كوتش المهني عندك حسب الاختيارات دياله وحسب كل شيء هو اللي تنقوله هو اللي تشوف ما يناسبه حسب الهدف دياله وما هو أفضل هنا أشي نقوله أنا كارير كوتش باش نستغل في هذا المجال المهني لا بد باش يكون عندي مهارة عالية في اكتشاف مهارة العميل حيث كين باش نكساف المهارات دياله و القدرات دياله بحيك تنجلو كوتشين توجيه يعني رغم أنه تنشوف المهارة المهارات و القدرات و نحدده النقاط القوة دياله باش نعزو أكتر أكتر باش ينجح هو في ديك المسيرة المهنية اللي اختار بكل تيقة وعلى وعي كين بمي يسمى كوتش الفارق اللي تنسميه تيم كوتش الدور ديالي أنا كاكوتش هنا هو تنحفز تنشجع الفارق باش يحسن من الأداء دياله مثلا من تيجو عندي ماتلا يقرأوا لكوتش أنا رغم أن نخدم معهم شي تنخدم معهم فورماتور رغم أن نخدم معهم حتى كوتش الفارق يعني دائما تنخلي ديك ديك الإيجابية عندهم دائما تنخلوهم باش يحسنوا الأداء ديالهم باش يستمروا في العمل يعني بواحد بواحد الروح ديال الفارق وخاصة احنا ديرين ان كلوب اللي هو ماستر كوتش نادي ماستر كوتش نادي الكوتش يعني هاد الكلوب اللي خدمين فيه اللي تنساعدهم وتنحفزهم أكتر أكتر هنا هذا كوتش الفريق دائما تكون في مساعداته في العمل بشكل مريم وفعال حيث نحن نخرج من ذلك الإطار النماطي ذلك الإطار التقليدي تنجيو الليدرشيب كوتش القيادة هذا النوع يعني من أن يكون مثلا مدير مؤسسة أو قائد مؤسسة أو بيديجي مؤسسة أو بريزيدون دير مؤسسة هنا يكتشاف القادة في المؤسسة والشركات ممكن أن تطعي تلك شركة وعندهم سطاف دير وعندهم موضة في نكتال يعني ونت تدير معهم دي زوند خوتين ولا تدير معهم دي تيست باش أنت تتوجه الموديل العام تتقول لي هذة ربع أو لات الخمسة هذو هم اللي يقدر يمشوف ذاك المجال ولا ذاك البروجي اللي يبغيتو يعني تدبجوه في هات الشركة وهذو كامل هم تتشتغل معهم باش تعزز القدرات ديرهم القيادية باش يصبحوهم مبضوعهم أكتر فعالية باش يحقوا الأهداف دي المؤسسة اللي يجين عليا كين هادا من الكوتش اللي تنخدم فيه تنا بزاف اللي كوتش غولاسيونيل رائع جدا جدا كوتش العلاقات يعني أنا ككوتش مني تيجي عندي واحد العاميل باش نميلي واحد مهارة تعامل مع الآخرين وتحسين العلاقات الاجتماعية وهذه نقطة مهمة خاص أي كوتش يخدم في هذا المجال كوتش العلاقات حيث العلاقات كيصنفوها علماء ديال نفسها خمسة وثمانية في المئة من نجاح ديال ذاك الشخص في الحياة دياله بالإضافة إلى تحسين العلاقات بين الزوجان وزيادة التفاوم بينهما كل ما هو اجتماعي وكل ما هو تنفع نحتاب الأزواج وينفع نحتاب في وسط العائلة ديالي ووسط الأسرة ديالي ومع الأبناء ديالي كوتش الوالدين هنا تكون واحد الخلط بين نحنا في الفرنسي لاشتنا كوتشين باغولتان كوتشين فاميليان كين الفرق كين الفرق ولكن هما روح سبعين ثمانية في مئة تشاركية في مجموعة ديالأشياء هنا تنساعد الوالدين الأب والأمها باش يديوا الضر ديالهم ومساعدها باش يلقوا الأساليب الأساليب المناسبة والصحيحة والحديثة اللي باش تنمارسوها مع دوك الولدات ديالهم باش يكون واحد ريضة تام تيجال أبو تيجال أم هنا تنخليوا واحد نظرة اللي هي متوازنة مع الحياة الشخصية الوالدين والحياة الأوسارية باش تفهم واحد كين ضغوطات عندك انت برا مؤخرا كنت عملت واحد الفيديو لتنقول لهم كيف يعقل بانه هنا كأب يعني تنصبر على التحديات ديال الحياة على الأزمة ديال الحياة تنصبر على واحد غريب تصرف معي واحد تصرف تنصبر على واحد القريب من العائلة تودر معي واحد شيء ولكن للأسف ولدي من تيدي الخطأ ما تنقطرش نصبر عليه وذلك الساعة تنقول لي أنا تنظر واحد تلتمية وستين درجة وتنخرج بوركان ديال الغضب وتنبدأ تنلقي اللوم على ذلك الولد وانت بسبب كنت هدي وانت هدي وهذا الشيء اللي هو صعب ومن ثم تكلموا كوشين فاميليان حيث ممكن نقوله عائلي أساري هو كيفاش نعرف الدور ديال كل واحد من أبنا وبين أبا وأمهاز يعني تنخرقوا واحد توازن في العائلة وهذا الشيء جميل في هذا الشكل رأي كانت الولدية كانت إرشاد التربوي كانت الاستشارة يعني الأسارية كانت مجموع هذه الأشياء كوتش المهارات هذ النوع من تيجي عندك شخص هذا وان تو وان تقول واحد جوج واحد يكون تدريب فرضي من تركز أنا الكوتش على المهارات الأساسية اللي محتاجها داك الشخص في العمل باش يدير واحد نعطيك مثلا مثلا في الفاكولتي او في لزيوتو سيبرير في النين تيكون السنة الأخيرة في تخرج ديال الطلبة عندي مجموعة ديال الطلبة في مجموعة ديال المدارس ومعيد كوبرا اللي سيعيطوا لنا باش احنا نعاونهم باش يقدموا ديكلاتيز ديله باش هو تكون عنده واحد المهارة أساسية مهارات ديال إلقاء مهارات ديال إجابة إسئلة مهارات ديال تحركة على الخشبة مجموعة ديالأشياء اللي تقدموا لهم مهارات تحكم في النفس هذو أشياء اللي تقدموا بها كوتش المراهقين تهو هذا موضوع مهم جدا جدا تعمل مع المراهق هنا تنساعدنا الكوتش باش يلقى حيث علاش حيث نعرفه مراهق تدوزموا حل الفترة تيكتر فيها التوتور تيكتر فيها القلق تيكون متطلبات اللي في شكل وتعيشوا واحد دغوطات بينه وبين الحياة بينه وبين مدرسه وبينه وبين نفسه دونك هنا ككوتش تنساعد لك المراهقين باش ينقوا دوك الاستراتيجيات اللي تنقولوا باديهم استراتيجيات صحيحة باش يديروا لحد من التوتور والقلق ويفهم اشنو بغاهوه لانه عنده هابي البيت بين المدرسة بالاصديقة بينه وبين نفسه هادو كامل هوم احنا باش يكون عنده واحد نمو نفسي والجسدي سليم احنا نذكرنا مجموعة مجموعة دي المجالات اللي يختم المهمة جدا ولجينا نذكروا الحالات دي الكوتشين هما حالات اللي كينين تقريبا نذكروا واحد ستة الحالة الاولى دي الكوتشين تيكون بينه وبين شخص يعني تيكون انديفيدويل فرضي احنا تتكون جلسة الكوتشين شخصية تنائية بالكوتش وبين دك المستفيد ودائما نذكركم مستفيد راه هو العامل والمستفيد راه هو دك الكوتشين كين عاو تاني ممكن تكون حالة دي الكوتشين لتتكون مجموعة تتكون هنا جلسة الكوتشين تتكون مع واحد المجموعة من الافراد اللي عندهم نفس المشكلة مثلا نقدروا نجمعوا كينين تلاحظوا بانه هاد هاد المشكل ديال الطلاق ممكن تجمعوا على مجموعة ديال المطلقات سواء دكور او نساء وهنا تتجير معهم كذلك عاو تاني ممكن تكون العرف مثلا في مدراسة في مجموعه مجموعة ديال اشخاص باش نتكلموا على هاد الحالة دي الكوتشين عندنا كين حالات اللي تتكون مباشرة وحالات غير مباشرة يعني احنا بنتنقولوا حالة مباشرة يكون بين وبين ذاك ذاك الشخص بدون واسيط احنا تنقولوا الطرف التاليث مثل نحط الكنترا ومغير الطرف التاليث تنقولوا الوالي او الرعي بدون واسيط وغير مباشرة يعني تيجي عندي ديريكت فولا 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 الكن 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 ان ديريكت هو يعني تنقوموا بها اللي انفهم ديال اونلاين عشان تقصدوا اسيدة كرام اونلاين سوي التصمير تليفون واتساب انترنت يعني مجموعة ديال اشياء هنا تنخدموا على عن طريق شبكات تواصل اجتماعي وتنخدموا مع جلسة الكوتشين او اللي مطلوب هذا حاليا من كوفيد لندب واو اللي مطلوب هااا حالا وخاصة اوم fantasia مطلوب عن هذي العشياء tu عيد américano اليجالسة الي تكونون رسميه وتكونو غير رسميه يعني ما بتكونو رسميه في الرس未ا في الدرورة صحل ما هي مكتب كبني يعني informative لت ralliesجزاء الكوتشين في رسميه خاصا بالكوتش واحدō مكان خاص به المقدس يبع احيانا ممكن تكون غزاءة في مكان خارج مكتب في مكان هذه مهيم تختاروه بينما تختاروه بالكوتش والمستفيد نكتفي بهذا القدر إخواني أخواتي كرام وإن شاء الله نلقاكم في الفيديو الآخر اشتركوا في القناة